نتجول في الفرات الأوسط من الأشرف إلى المقدسة كربلاء الملتقى العلمي السنوي بحضور نخبة من الأكاديميين وأيضا الرجال الدين الذين ناقشوا أثر القيادة الصالحة في نهضة الأمم ولما تتمتع به شخصية سماح المرجع الآلة السيد علي السيستاني من خصالف قد اتخذ المؤتمر منها نموذجا يحتذا به في القيادة الصالحة للأمة من كربلاء حسين محمد والتفاصيل بمشاركة باحثين وأكاديميين من مختلف الجامعات أقامت أكاديمية الورثة التنمية البشرية والدراسات الاستراتيجية الملتقى العلمي الذي حمل عنوان أثر القيادة الصالحة في نهضة الأمم وتقدمها السيد السيستاني أنموذجا لما لهذه الشخصية من أثر في الحياة السياسية والاجتماعية العراقية اخترنا سماحة السيد السيستاني إنموذجا لإدراكنا العميق لعظمة هذه الشخصية التي جسدت الماضي والحاضر ونقلت لنا رسالة الأنبياء سلوكا وليس فقط قولا أضافة إلى ما تركته من أزهر على بناء السلم المجتمعي فباتت اليوم قيادة عالمية أسست لأسس حقوق الإنسان أسس احترام الآخر هذه الموسوعة اليوم من خلال هذه المحاور سوف تكون منطلقاتها شقين الشق الأول هو من خلال مؤتمر دولي سنوي عقد في كربلاء المقدسة يتناول الشخصية العظيمة من خلال هذه المحاور والأمر الآخر هو الموسوعة التي سوف يعتمد باحثين متخصصين في كتابة هذه المحاور من أجل تخطية الذي لم يتناول في المؤتمر فبالتالي ستكون العملية متكاملة ما شاهده العراق من أحداث ومحن في العقدين الأخيرين تطلبت استراتيجية هادئة لوضع المعالجات التي تمكنت من تجنيب البلاد الكثير من المحن وتجاوزها وهو الخط الذي اتخذته المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف المتمثلة بسماحة السيد السستاني أزمات الموظفين، أزمات العشار، أزمات الأطباء، أزمات المعلمين، تدني مستوى التعليم الأممية كل هذا مرصود اسبوعياً ومن ثم جاءت الانتخابات وأشار في جندة هائلة من المعاني والمفردات على أن لا تنتخبوا بشكل سريع الناس الفاسدين وكلمة المجرب لا يجرب أصبحت قانون لدينا شرعياً وإخلاقيين صعوداً إلى مستوى فتوى الجهاد الكفائي رغم الأحداث المأساوية التي عاشها العراق في السنوات الأخيرة والتي حاولاً مثيروها بث الفرقة بين أبناء البلد الواحد لأن النظر الأبوية لمرجعية النجف تمكنت من إفشالها وتعضيد وحدة أبناء البلد بكل أطيافهم لبرنامج صباح الخريعة عراق حسين محمد كربرة المقدسة